سوف نتحدث عن نظم التشغيل طبعا ليس كنظم التشغيل بالمعنى الحاسوبي أو المعلوماتياتي هذا شيء أكيد أنتم خاتمين ومنتهيين منه لأننا نتحدث عن نظام متضمن نظام التشغيل هناك نظام التشغيل كثيرة كما تعرفون هناك نظام التشغيل هناك نظام كثيرة موجودة هذا النظام يسهل على المستخدم استثمار الحاسب ويخفف من تعقيدات الهاردوير المتصلة أو المتضمنة في الحاسب بشكل عام أيضا من مهام أو من وظائف نظام التشغيل هو إنجاز مالتي تاسك المالتي تاسك يعني إنجاز عدد من المهام بنفس الوقت أو بذات الوقت إذن يتحكم بالمهام بذات الوقت هذا المفهوم العام لنظام التشغيل لكن نحن النظام أو النظام اللي بنا نحكي عنه هو النظام المرتبط بالزمن يعني أنت أي نظام تشغيل أو نظام تحكم يجب أن تنفزه عمليا ويقع تحت بند نظم التشغيل يجب أن تربطه بالزمن عامل الزمن هو عامل مهم جدا في تنظيم أو في إنجاز المهام المطلوبة يعني هلأ مثلا الامتحان فيه إلو قدسية من ناحية إيش؟ من ناحية الزمن فيه طالب ينجز المهمة ضمن الزمن المحدد وهي الإجابة على الأسئلة وفيه طالب بتلاقي لآخر لحظة ما أنجز المهمة يجب أن لا يعامل هذا الطالب مثل هذا الطالب لأنه حقيقة موضوع الزمن هو موضوع إيش؟ موضوع مهم فهذا الأمر ينقلنا إلى مفهوم Real-Time Operating System إذن أنت بدك تشوف هذا المفهوم اللي هو Real-Time Operating System هي أنظمة التشغيل المرتبطة بالزمن يعني التي صممت على أساس إنجاز المهمة اللي بيسموها Task أو بيسموها بعض المراجع بيسموها Thread شو بيسموها Thread إنجاز المهمة بالزمن المحدد بعض الأنظمة أو بعض السيستمز اللي بدت تنفذ مهمة معينة لا معنى لتنفيذ المهمة إذا خرجت عن نطاق الزمن لا معنى لتنفيذ المهمة إذا خرجت عن نطاق الزمن بدكم تقولوا لي كيف هالحكي؟ تقول لك يا أخي الكريم جهاز تنظيم ضربات القلب هذا الجهاز هو عبارة عن جهاز يقع ضمن الReal-Time Operating System صمم هذا الجهاز لينظم ضربات القلب لكن طبعا هذه الضربات تعرفوا في أزمني في زمن الإنقباط وفي زمن الإنقباط البطيني والأذيني والاسترخاء هذه المراحل هي محكومة بزمن ما معنى أن هذا السيستم الذي يسيطر على هذه العملية لا يتقيب بحدود الزمن بد يصير عندك ضغط الدم بده يختلف الحركة التنفس بدها تختلف وبالتالي الإنسان معرض صار إيش؟ للدينجر فإذا هنا دخل موضوع معنا نطاق الزمن الحقيقي لذلك أنت الآن إذا سمعت بمفهوم الزمن الحقيقي يقول لك هذه النظم تعمل في الزمن الحقيقي كلمة الزمن الحقيقي أي أن تصميم النظام منوط أو مرتبط بمفهوم الزمن لا معنى للإنجاز المهمة دون التقيد بحدود الزمن لماذا هذا الأمر؟ السبب في ذلك أنه أنا بدي أحقق أعلى درجة من درجات الوسوقية إذا الهدف من ذلك تقيد بموضوع الزمن أني أنا أحقق وسوقية عالية للنظام تخيل أنه عندك مثلا سيارة السيارة مثلا سيارة كهربائية هذه السيارة الكهربائية ممكن يكون فيها ألفين حساس فيها نظام الـ ABS نظام الـ ABS هو أحد أنظمة الأمان في السيارة تخيل أن هذا النظام لم يستجب إلى المهمة المطلوبة ضمن نطاق الزمن فهذه السيارة بنظامها الكهربائي والميكانيكي كاملا تعتبر نظام فاشن تمام؟ أو عندك مثلا نظام الجيروسكوب في الطائرة اللي مسؤول عن موضوع البلانس أو التوازن في الطائرة فموضوع أنه يحدد الإحداثيات أو يحدد نقطة التوازن باللحظة المناسبة هو موضوع مهم جدا ولا معنى له إذا أنجز هذه المهمة خارج نطاق الزمن المحدد لذلك صار عنا في مفهوم طلع عنا مفهوم جديد اسمه مفهوم ARTOS شو هذا المفهوم اسمه؟ ARTOS يعني أنت هلأ بتدخل على المراجع مباشرة ما في لزوم تقول له أنه والله النظم التي تعمل في الزمن الحقيقي بتقول له ARTOS يعني Real Time Operating Systems بالنسبة للتطبيقات البسيطة يا شباب ما في لزوم أني أنا أعمل التطبيق وفق نظام الارتوس هلأ الارتوس هو مو؟ يعني بالنهاية الارتوس هي فلسفي هي حقيقة الارتوس هي فلسفي يعني بمعنى آخر أنت إذا صممت المهام ضمن سيستم معين وربطتها بوسوقيتها وتنفيذها بموضوع الزمن صار اسمه ARTOS أما إذا ما ربطت بموضوع الزمن فما اسمه ARTOS يعني ما في مشكلة فيها الموضوعات يعني على سبيل المثال الأبواب التي تفتح تلقائيا وفق الإشارات مثلا الإنفريد أو يعني مثلا في البنوك أو ما شابه شو المشكلة إذا فتح الباب قبل ما يصل الشخص أو المراجع قبل مثلا متر أو نص متر أو ربع متر ما في مشكلة المهم أنه يصل في الزمن المحدد هذا اسمه tolerance يعني في سماحي بموضوع الزمن فأنت هون خففت درجة الارتباط بالزمن هناك بعض التطبيقات أساسا لا تحتاج إلى موضوع الزمن ما في مشكلة ما يمرتبطة بموضوع الزمن بشكل كبير يعني على سبيل المثال الأنظمة التي تضبط الإنارة وفق الطاقة الشمس شو المشكلة إذا مثلا هتضو هذا في البيت أنه أنار فور غياب الشمس ولا قبل بشوي ولا بعد بشوي كمان ما فيها المشكلة فإذا الأنظمة البسيطة كلمة هون التطبيقات البسيطة أي لا أقصد التطبيقات سهلة التصميم إنما التطبيقات التي ليس لموضوع الزمن أثر على نتيجتها فهي ما بتدخل بنطاق الارتوس لكن في عندك تطبيقات معقدة وممكن يدخل فيها الأعمال الدورية بشكل كامل فلازم يكون الارتوس مأخوز بعين الاعتبار أثناء عملية التصميم السبب في ذلك أنه أنت ممكن يكون عندك ملتي تاسك ممكن يكون عندك ملتي تاسك وأنت بحاجة أنه تعمل تغيير في أولوية العمل بين هذه المهام إذن هذا اسمه Varying Execution Order إذن أنت عم تعمل تغيير في ترتيب العمل بين هذه المهام عن طريق إيش التحكم بالأولوية فمعنات الموضوع الpriority هو موضوع مهم جدا في نظم الارتوس يعني لا يمكن أن أنت تلاقي نظام الارتوس ما يكون في عندك ما يسمى Scadular مجدول ويكون عندك ملتي تاسك ويكون عندك بريوريتي حتى تتحكم بتنفيذ المهام من حيث الأولوية مين اللي له أولوية أكتر؟ وهون صار في عندك Varying Priority يعني ما عندك بريوريتي ثابت على طول التنفيذ إنما ممكن أنت بكل جزئية من جزئيات الكود رح يكون في عندك إيش؟ Varying Priority ورح يكون في عندك أساسا ما يسمى Critical Code يعني منطقة حرجية في الكود هنا صار في عندك قيود كبيرة جدا في موضوع الزمن كل هذا الأمر يا شباب يعني كل هذه الفلسفة اللي عم نحكي عنها بتسرع تنفيذ النظام وبالتالي بتقلل من زمن الانتظار تخيل أنت لو عندك المهام عم تتنفذ بشكل تسلسلي يعني عندك تاسك أولى مثلا وفي عندك تاسك تاني مثلا وفي عندك تاسك حتى تاسك إن تخيل أنه أنت الآن المعالج عم ينفذ التاسك الأولى بقيت التاسكات عم تنتظر ما بيتنفذ أي تاسك لحتى تنتهى التاسك الأولى طيب هون بها الحالي هاي معناته زمن التنفيذ صار عندي كتير لونك تمام؟ لكن أنا إذا دخلت ضمن نطاق أهمية الزمن وإدخال الأولويات بالموضوع والسكدولر بالموضوع وبعدين السمافور لاحقا نحكي عنه فصار عندك زمن التنفيذ قصير صار عندك زمن التنفيذ قصير وبالتالي تستطيع أن تصمم نظامك وفق الزمن الذي تفرضه العملية التكنولوجية إذا صار عندك إمكاني للتحكم بالزمن واضح الكلام إذا هذا كله ما يسمى minimize waiting time إذا معناته هاي يعني أحد الفوائد الكبيرة التي يمكن قطافها أو جنيها من منظمة الأرتوس بشكل عام إذا أول شيء لازم قرر هل النظام بحاجة إلى موضوع الزمن ولا لا؟ في التطبيقات البسيطة قلنا ما في ضرورة لها الموضوع لكن في التطبيقات المعقدي سواء في أنظمة السيارات الكهربائية أو في المساور الفضائية أو في الطائرات أو في أجهزة تنظيم جسم الإنسان موضوع الأرتوس موضوع مهم جدا جدا تحكم بالمهام تحكم بأولوية المهام إمكانية تصميم نظم ذات أولويات متغيرة مع الزمن كل هذا الأمر يصد في مصلحة تقليل زمن الانتظار للمعالج وبالتالي تخفيف استهلات الطاقة تحقيق الـ أو العمل الأمثلي في تنفيذ المهمة المطلوبة أيضا في عندنا فائدة تسيطرة على موضوع مشاركة المصادر يعني صار في عندك ما عد في عندك مشكلة أن يصير في عندك إنتر فرنس تداخل في مشاركة المصادر ما هو تعريف المصدر؟ ما هو المصدر؟ ما هو المصدر؟ ما هو المصدر؟ المصدر هي أي هاردوير أو سوفتوير يمكن للمعالج أن يدخل إليه أو أي تاسك ممكن أن تتعامل معه يعني مثلا الطابعة عبارة عن المصدر الفاكس عبارة عن الشاشة عبارة عن كلها عبارة عن ريسورسات فالريسورس هو عبارة عن مصدر يمكن لأي تاسك أن تدخل إليه وتنفذ تعليمات معينة أو تنفذ مهمة معينة بناء على يعني ما يتطلبه السيستم بشكل عام إذن هذا الأمر بيؤدي إلى السيطرة بشكل كامل على جميع الرسورسات وعلى الشيرد هاردوير الشيرد هاردوير معناته هو الهاردوير الذي يمكن لأي تاسك يعني تدخل إليه أو تشارك فيه القابلة للمشاركة مثلنا الطابعة أو مثلا الفاكس أو السكانر أو ما شابه هلأ إذا منا نعمل مقارنة بسيطة يعني حتى تتضح الصورة أكثر لبعض الزملاء هاي في عندي هوني مخططين خلينا نسميهم ممكن نكونوا مخططين تدفقيين المخطط الأول هو مخطط كلاسيكي لتنفيذ مهام بشكل تسلسلي بدون أخذ موضوع الزمن أو السكدولر بعين الاعتبار يعني أنت في عندك تاسك معيني تمام مرحلة أولى وفي عندك مرحلة ثانية ففي المرحلة الأولى أنت في عندك data ready على سبيل المثال أو data right حسب ما يكون عندك البروغرام فأنت الآن عبتنفز في هذه المرحلة لا تستطيع أن تنتقل إلى المرحلة الثانية حتى تنتهي من المرحلة الأولى فدائما في عندك التنفيذ عبارة عن تنفيذ sequence وبعد أن تنتهي إلى المرحلة الأخيرة تبدأ باختبار البرنامج من أول وجديد هذا اسمه busy wait يعني شو معنات بيزي ويت أنه في مرحلة معينة المعالج مشغول فيها أما المراحل الثاني المعالج في حالة انتظار لكن إذا ما ندخل بمفهوم للثريد والسكدولر اللي هو مفهوم الأرتوس بشكل عام فأنا فيني أعمل هذا السيستم اللي شايفينه فيني أنا قسمه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول رح سميه ثريد واحد والقسم الثاني رح سميه ثريد اثني والقسم الثالث اللي هو transmit خلينا نسميه رح سميه ثريد الثاني يمكن للمعالج أن ينتقل ما بين ثريد وأخرى تمام حسب ما تتطلبه قيود الزمن يعني ممكن أن ينفذ المعالج جزء من الثريد الأولى إضطر ينتقل إلى ثريد الثاني حتى يقلل زمن الانتظار فممكن بالثريد الأولى فيه عنده مرحلة معينة قد يعني مثلا على سبيل المثال بالثريد الأولى طلب المعالج أنه يعمل مشاركة شيرد ريسورس على طابعة وكانت الطابعة في هذه اللحظة غير متوفرة إما ما يموصول الطابعة أو الطابعة مشغولة بطباعة عمر آخر طب شو بدي يساوي المعالج المعالج إيه أوكي ما هو جاهز تمام أنا بنتقل للثريد الثاني ونفذ ما يمكن تنفيذه بالثريد الثاني المعالج طلب أنه يعمل مقاطعة معه مثلا ريسورس معين أو يطلب مشاركي مع ريسورس معين إذا كان متوفر أوكي ما كان متوفر ممكن يرجع للثريد الأولى يعمل اختبار وممكن ينتقل للمرحلة الثالثة اللي هي الثريد الثالثة لم ندخل في البرمج التفرعية نهائية شوف أخي الكريم أنا أشبه الموضوع دائما بهذه الفقرة للطلاب بطبيب الأسنان تمام هذا ما اسمه برمجة تفرعية يعني ما عطل لك هي FBGA وعمل تنفذ التعليمات بشكل تفرعي لا أنت الآن اسمك برمجة سلسليدي لكن أنت عند طبيب الأسنان دخل واحد بده يعمل حفر لدرس أو كذا حفر شوي خدروا الدكتور لبين ما ياخد التخدير مجال ممكن ياخده دقيقتين ثلاثة ما بده ينتظره روح اقعود بغرفة انتظار بدخل المريض اللي بعده طبعا هون نفس الأمر في عندي مرحلة اسمه مرحلة الويت تمام وفي عندي مرحلة اسمه حتى مرحلة البلوك أنا ممكن أحجب ثريد معين بشكل كامل تمام إذا في عندي مرحلة الإكسيكيوشن في عندي مرحلة البلوك حتى في عندي مرحلة الريدي أيضا أنا ممكن هيئ لما عبيكون عندي ثريد معين الآن عبتتنفذ أنا بطلب من الثريد الثالثي أنه تدخل بمرحلة الريدي من الذي يقرر هذا الأمر؟ ليس المعالج السكدولر المجدول يعني دعني نسمي لك إياها أن الطبيب ما هو يقول أنه المريض الفلان يدخل من الذي يقول هذا الحكي؟ الممرض لا لأنه في عنده أضابير موجودة إذا في عنده أضابير كمان هون السكدولر في عنده بيانات كاملة عن جميع المهام صح الحكي؟ لا لا فبناء على العملية اللي عبتم تنفيذها وضمن قيود الزمان المجدول يقرر أنه المهمة الفلانية الآن تدخل إلى مرحلة الإكسيكيوشن المهمة الأولى اللي كانت عبتتنفذ ممكن تدخل تعود إلى مرحلة الانتظار المهمة التالية اللي بده يتم التعامل معها تدخل في مرحلة الريدي والمهمة اللي الآن غير متاحة مهمة معينة طيل بي طابع أو الطابع غير موجودة فهي بتدخل بمرحلة ربما لبلوك كمان؟ فإذا هذا الأمر يدخل حسب وظيفة كل المهمة شو المطلوب منها وما هي الرسورسات المرتبطة فيها اللي ممكن تتنفذ بشكل عام فبهذه التقسيم أنا بكون حققت أو نقلت هذا السيستم اللي شايفينه إلى نظام الارتوس إذا نظام نظام أو ما يسمى الارتوس فهي المهام ما تغيرت ولكن طريق التعامل المعالج مع هذه المهام هي التي تغيرت وضمنت أن يكون في عندي حدود معينة للزمن المطلوب تنفيذه طيب هل هذا الكلام اللي حكيناه كله يلخص في هذا الشرع يعني أنا يا شباب باختصار شديد أنا في عندي مجموعة من التعليمات هذه التعليمات تبلور المهام الموجودة أي مهمة معينة أنا بدي أوقفها فبتدخل بمرحلة اسمها فروزن فروزن يعني تجميل يعني هذا مصطلح أنه والله أنا جمدت الآن هذه المهمة مؤقتاً الآن عملية الانتقال ما بين ثريد وأخرى اسمها عملية الكنتكست يعني الانتقال ضمن السياق ما بين مهمة وأخرى ضمن سيطرة كاملة تسمى ثريد كنترول إذاً في عندي هنا أنا عملية كنترول كاملة للمهام في عندي عملية كنترول كاملة للمهام مثل ما قلنا يا شباب المرحلة اللي بتشتغل فيها الثريد هي مرحلة الاكسيكيوشن أو الرنينج والمرحلة التي تنتظر فيها الثريد تسمى مرحلة الويت هلق مثل ما قلنا أنه نظام الارتوس بشكل عام مسؤول عن ضبط هذه أو التحكم بهذه المهام بشكل كامل سواء كان stop أو store أو load أو start أو انتقال ما بين مهمة وأخرى كل هذا الحكي ينخص بكلمة وحدة اسمها الاسكدولر شو اسمها؟ الاسكدولر اللي هو عبارة عن المجدول الذي يقوم بتنظيم عمل المهام بشكل كامل هلقون يا شباب بالنسبة ل أنظمة الزمن الحقيقي طبعا هي أنظمية تقسم حسب سماحية الزمن إذا كان عندك نظام يحقق من 80 إلى 90% من متطلبات الزمن فهذا اسمه Real Time System ولكن ليس بشكل قاسي إنما ممكن يكون فيه عندنا soft يعني ممكن يكون فيه ليوني في التعامل بموضوع الزمن مثل ما قلنا مثل عملية فتح وإغلاق الأبواب في البنوك أو في الفنادق فممكن حدود الزمن ما تكون قاسي 100% لكن إذا كان من المطلوب من السيستم أنه يحقق قيود للزمن بنسبة 100% يعني لا يجوز 99% فهذا معناته عبارة عن Hard Artus أو ما يسمى Hard Real Time Operating System تمام؟ إذا لازم يحقق 100% فهي اسمها Dead Lines شو منسميها هاي الحالي؟ إذا لازم يحقق عبارة عن إيش؟ عن 100% من هلا Dead Lines يعني معناته عبارة عن إيش؟ يعني حدود الزمن 100% Dead Line طبعا حتى لو كان 80% كمان اسمه Dead Line لكن هل المطلوب إنه يحقق 80% 90% 100% فإذا هذا يقع ضمن حدود Dead Lines لذلك في السيارات الكهربائية مثلا مثلا بشركة تيسلا حتى يحققوا المعياري الخاصة بموضوع الزمن بيروحوا بيعملوا نظامين يعملان على التوازي ما دخلناهم بالبرمجين متوازيين كمعالج بيروحوا بيأخذوا بوردين يعملان على التوازي بحيث أي بورد صار فيه مشكلة ولو بجزئية معينة من الزمن يدخل مباشرة البورد الثاني بالخدمة ويكون جاهز لتنفيذ المهام من حيث انتهى حتى يكون في عندك تحقيق لموضوع Dead Lines بنسبة مئة في المئة ما يكون في عندك تأخر ولا واحد بالمئة فإذا معنات ال Real Time Operating System قسمين قسم هو السوفت وقسم هو إيش؟ الهارد السوفت متل ما قلنا عفوان الهارد خلينا نقول بالبداية يحقق ال Dead Lines بنسبة مئة في المئة إذن يحقق ال Dead Lines المطلوبة بنسبة مئة في المئة حتى عبيقلك شوفون حتى عبيقلك بأسوأ الشروط بأسوأ شروط العمل طبعا شروط العمل يعني شروط التحميل يجب أن يحقق هذه المهام وأي فقدان لل Dead Lines سوف يكلف أو يكون له تبعات خطيرة فتل معنات خطير إذن أي تأخر في تنفيذ هذه المهام سيترتب عليه يعني عواقب وخيمة خلينا نسميها طبعا هذا الأمر مثل ما قلنا فيه علاقة بحياة الإنسان قضايا معينة تتعلق بالحياة أو ظروف خاصة لازم يكون في عنا تقدير بهذه الظروف أما إذا كان عندك السيستم قادر على أنه يحقق معدل عام من حدود الزمن فهذا المعدل يمكن أن ينخفض أو يرتفع حسب ما تقرره العملية التكنولوجية فهذا الأمر يقع ضمن نطاق الصفت طبعا على سبيل المثال مثل عملية معالجة فريمات فيديو يعني أنا لو فقدت مثلا شوية بيكسيلات من الفيديو أو شوية فريمات ما بتوقع فيها المشكلة الكبيرة طبعا الدقة تنخفض لكن لن يكون لها مثل دقة المحاضرة إذا كانت دقيقة 100% أو 99% فتكون هي إيش؟ إلى حد ما حققت الليفل المطلوب فهذا اسمه عبارة عن إيش؟ عبارة عن Real Time Operating System أتصور الآن صار عندكم فكرة واضحة عن موضوع الأرتوس السؤال هل نظام الأرتوس متضمن ضمن الديسكفوري اللي أنتو أخذتوها؟ كيف قررت؟ لماذا قلت لا؟ إن شخص الكبير هو ركتبة ومعناتها معناتها موجودة حاليا بالديسكفوري ضمن البيئة ضمن البيئة ضمن البيئة موجودة فإذا هي موجودة ضمن الكيوبنكس آي بي إي إي تحت عنوان واضح وصريح اسمه Free Artus ما اسمه؟ Free Artus فأنتو المطلوب منكم تنفزونا تاسكين أو ثلاثة باستخدام الأرتوس على البورد الديسكفوري اللي موجود عندكم وموجودة ضمن البيئة وتفعل الأرتوس ويتم الدخول إلى المهام وتوصيف السكدولار والسمافور وكل هالأمور هاي موجودة عندكم تمام؟ لكن بما أنه عندكم فكرة عن الثريد أو عن التاسكات فهذا بيسهل عليكم التعامل مع هذا الموضوع اللي درس التاسكات أو الثريدات فممكن هذا الأمر يعني يفيدنا فيه أكثر نحنا واضح يا جماعة بالخير؟ طيب حسنا 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 لا تطبقوا حسنا تطبقوا لي المثالين التي أعطيتكم إياهم توليد إشارات الداك هناك فيديوهين نزلتوا من قليل إذا أحبتوا الأرتوس يريد أن يعمل يريد أن يعمل وتعليماته محروفة لكن موجود يعني موجود الأرتوس موجود طيب الأرتوس يا شباب مثل ما أتفضل زميلكم يوجد له فلسفة خاصة بكتابة الكود يعني مثلا أغلب نظم الأرتوس خلقت الفور فيها فاصلتين من قوطات لا أعرف في السي شارت موجود هذا الحكي يعني يجبك تلاقي أنه عندما تفعل الأرتوس أو تدخل بحلقة فور خاصة بالأرتوس فدائما يجبك تلاقي الفور مكتوبة بهذا الشكل طبعا أي أختلف؟ هيا 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 أهلا لكن لا يوجد فاصلتين من قوطات لا فاصلتين من قوطات أولاً، أولاً، نعمل هناك، أنت مثل الـ Y1 نعم، مثل الـ Y1 على كل الأحوال، ستجد أن تلاقيها بهذا الشكل، يعني أنت اللي تتميز التاسكات أن تلاقي الفور مكتوب بهذا الشكل، إجباري بهذا الشكل ستجد أن تكون موجودة، حتى بالـ True Studio أو Cube IDE، ستجد أن تلاقي الفور مكتوب بهذا الشكل، حتى تنقلك من تاسك إلى أخرى على كل حال، هذا موضوع برمجية، يعني يختلف من بيئة برمجية إلى.. إنفينيتي، طبعاً إنفينيتي، أي تمام، حلقة لا نهاية، حلقة لا نهاية هل ممكن يكون عندك تاسك واحدة؟ وممكن يكون عندك مولتي تاسك؟ لما صار عندك مولتي تاسك، فصار عندك إمكانيتين إما تنفذ الـ RTOS بدون أن يكون عندك وسائل أخرى للتأمين أو لضمان عملية الانتقال السريع بين التاسكات، وهذا ممكن يخلق لك مشاكل بالشارد برمجية، أو أنت مضطر وقتها تدخل في تقنيات أخرى إنك تدخل موضوع مثل ما قلت لك السيمة فور حتى ينظم لك العملية بشكل عام، لكن هي بالأساس الـ RTOS لازم يكون عندك مولتي تاسك، والمعالج ينتقل في عملية التنفيذ بين هذه التاسكات، فأنت هون رح تدخل، رح تستخدم موضوع المقافعات بشكل كبير، رح تستخدم الـ PRIORITIES أو يسموها الـ PALLING، بالـ PALLING شو معناتها؟ PALLING هل هي أحد أنواع الـ PRIORITIES، الـ PRIORITIES أو الأولويات، في عندك أولويات يمكن التحكم فيها، وفي عندك أولويات مثل ما قلنا، سابثي لا يمكن أن أتحكم برقم الأولويات، فهذا الأمر كمان بحسب الشريحة التي تعمل عليها، يعني مثلا، يعني مثلا، تمام، الاختيار يعني، الاختيار أو الانتقاء، تمام، هذه هي، تمام، فأنت مثل ما قلت لك، بدك تستخدم هون موضوع الـ INTERRUPT بشكل كبير، بدك تستخدم موضوع الـ PRIORITY أو الـ PALLING، هون يدخل في نظام الـ ARTOS خبرة المصمم، يعني هلأ إذا أنت بدك تجي تعمل مقارنة بين أنظمة التشغيل الكلاسيكية وأنظمة التشغيل الـ ARTOS، فأحد أوجه المقارنة بيقول لك أنه نظام الـ ARTOS يحتاج إلى عقول خبيرة، أما نظم التشغيل الكلاسيكي، ما لدي حاجة لهذه الخبرة الكبيرة، فقط هي عملية تعامل تقني مع نظام التشغيل، لأنه كل ما كان خبرة المبرمج أكبر في التصميم، فهذا بيتضمن وسوقية أكثر في تنفيذ البرنامج، وتحقيقاً للـ DEADLINES اللي حكيناها بالنسبة لموضوع الزمن، مثل ما قلنا بالنسبة للـ RESOURCES، ممكن يكون عندك وحدات الدخل والخرج بشكل عام، أقطاب الدخل والخرج، ممكن يكون عندك الكيبورد، الـ DISPLAY أو ممكن يكون عندك حتى variables، يعني إن كان Array أو Structure أو File معين، كلها يأتي عبارة عن ريسورسات يمكن التعامل فيها، أما Shared Resources، فهو عبارة عن ريسورس يمكن أن يتم استخدامه من قبل أكثر من تاسك واحدة، طبعاً مو بنفس الوقت، إنما بيترتيبي معينة، كون في بيناتهم، تنسيق معين، طبعاً كل تاسك تستطيع أن تدهل بشكل خاص إلى Shared Resources ضمن زمن محدد حتى ما يصير عندي Corruption، لأنه أي تداخل بين المهام رح يصير عندي Data Corruption، يعني رح يصير عندي خلل في المعطيات الخاصة في هذا الريسورس، طبعاً هوني ممكن يصير عندي Mitchell Exclusion، يعني Mitchell Exclusion معناته إيش؟ Mitchell معناته تداخل أو معناته متبادل، متبادل، تبادلي أو شيء تبادلي، ففي عنا ضبط لهذا الموضوع خصوصاً به Shared Resources، وفي مثال عندكم ضمن الكورس، هذا المثال، فيكم أنتو تنفزوه كمان، بلاحظ لك أنه إنت لما عم تبعت مثلاً عبارة معينة على الـ UART، إذا ما كان في عندك ضبط 100% للمهام، رح تلاقي أنه في نتائج عم تطلع معك غير مقروهة، يعني عم تطلع معك نتيجة، هذه النتيجة غير صحيحة، نتيجة أنه تاسكات معه بنفسه بالأزمين المحددة، لكن أنت لما بتتحكم بالاسكدولر أو بتخلي الاسكدولر هو يضبط العملية، فرح تلاقي بالفعل أنه صار عندك توليد لهذه العبارات أو كتابي لهذه العبارات بشكل واضح، وبدون أي مشاكل، واضح لحد الآن يا شباب؟ في أي مشكلة؟ طيب، نأخذ الناس في راحة 10 دقائق، ونردع من كمينة، ترجمة نانسي قنقر